أحدث نهائي دور أبطال أوروبا أزمة كبيرة في فرنسا هذه الأزمة استدعت اجتماعا طارئا ترأسته وزيرة الرياضة بحضور وزير الداخلية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقيادة شرطة باريس ما حصل أنه كان هناك تزوير كبير ومنظم للتذاكر بعد عملية التحقيق الأولية من قبل المشرفين على الملعب ورابطة كرة القدم الفرنسية تم الإبلاغ عن 70% من التذاكر المزورة كلام وزير الداخلية لم يقنع بعض السكان الذين يعيشون في الحي ربما كان هناك سلوك غير محترم من قبل بعض المشجعين لكن ذلك يشمل سلوك الشرطة الفرنسية الذين يديرهم وزير الداخلية عليه أن يقوم بعملية تنظيف لجهاز الشرطة قبل أن يطلق انتقادات بحق المشجعين الإنجليز أو الإسبان أزمة التذاكر واقتحام بعض المشجعين أسوار الملعب الدياء إلى تدخل للشرطة وإطلاق الغاز المسيلي للدموع ما منع عددا كبيرا من مشجعي ليفربول من الدخول رغم امتلاكهم تذاكر صالحة نتفهم غضب بعض المشجعين لعدم تمكنهم من حضور المباراة طالبنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعويضهم في المحصلة تم تمديد حجز 15 شخصا بعد إلقاء القبض على 105 أشخاص ليلة المباراة بعضهم إنجليز أخلي سبيلهم على الفور والبقية فرنسيون استغلوا الفوضى للدخول عنوة أو قاموا بأعمال شغب وسلب للمشجعين تستعد فرنسا لاستضافة الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية وما حصل في ستاد فخانس يجمع كثيرون أنه سيكون درسا يستفاد منه لضمان أمن الأولمبياد فادي دهوك العربية فاريس